بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة في بداية هذا اللقاء من سلسلة العلم اللدني أود أن أترحم على كل من مات في حرب غزة وغيرها من المسلمين الذين لا ذنب لهم إلا أن قالوا لا إله إلا الله وهذه أيها الأحبة حرب على الإسلام قديمة جدا هذا جزء من هذه السلسلة الممتدة في صراع طويل بين الحق والباطل السؤال الذي أود أن أجيب عنه اليوم وهو مهم جدا هذا السؤال قاد البعض للإلحاد عندما رأى الظلم يملأ الأرض عندما يرى طفلا بريئا لم يرى شيئا من الدنيا تأتيه قذيفة أو يهدم بيته من فوقه فيفقد حياته بلا ثمن وبلا قيمة وبكل استهتار بأرواح البشر البعض يتساءل هل الله يرضى الظلم؟ حاشا لله طبعا طيب لماذا رضي بهذا المصير لهذا الطفل أو لهذا الشاب أو هذه المرأة الأم المرضع أو لهذا الشيخ العجوز الذي لا ذنب لهم الحقيقة أيها الأحبة في دائرة العلم اللدني نجد إجابات تزيدنا إيمانا إياك أخي الحبيب ثم إياك أن تعتقد أن عملية الموت تابعة لهذه القذيفة أو لهذا الفيروس أو لهذا الوباء يعني لو أن هذا الفيروس لم يهجم على هذا الإنسان مثل فيروس كورونا لما مات أو هذه القذيفة لو انحرفت عدة أمتار لما مات لا الله سبحانه وتعالى لا يأخذ تعليماته من البشر الله عز وجل كتب حياة البشر فقال نحن قدرنا بينكم الموت ما معنى هذه الآية؟ أي أن كل إنسان مقدر له عملية الموت متى وأين وكيف ولا يظن أحدكم أن إنسانا مات في هذه الحرب أو في غيرها من الكوارث في زلزال المغرب أو تركيا أو في طوفان ليبيا أو غيرها من الكوارث إياك أن تظن أن هذا الإنسان مات عبثا من دون حكمة لا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله الله هو الذي يعطي الإذن أولا البشر ينفذون فقط مشيئة الله والإنسان سيموت لأن الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت سوف تذوق الموت ولكن إنسان يموت غريقا إنسان يموت في حريق إنسان يموت على فراشه خذ مثال سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه الذي لقبه النبي بسيف الله المسلول كيف مت خاض معارك خرافية يعني لا لا يدخل فيها رجل عقل معارك مع الروم ومع الفرس ومع أناس أشداء وأضعاف مضاعفة من السلاح والعتاد والقوة والرجال خاض هذه المعارك وانتصر فيها جميعا على الرغم من ذلك احتمال الموت كم كان مئة بالمئة لو أردنا أن نحصبها عقليا ولكنه مات على فراشه وهذا له حكمة يعني أنا قرأت ذات مرة حكمة أعجبتني أن سيف الله لم يمت في معركة لكي لا يقال كسر سيف الله أو فلان قتل سيف الله فمات على فراشه هذا له حكمة وبالتالي خالد ابن الوليد يجب أن يموت على فراشه على الرغم من كل المخاطر المحيطة به ولكن هذا الطفل الذي مات في هذه الحرب أو غيرها لأن العالم الإسلامي قامت فيه حروب كثيرة وتقوم منذ مئات سنين وكثير من الأبرياء يموتون كل إنسان يموت يموت بمقدار وكل واحد له حكمة لأن الله لا يسير الكون عبثا قدر لكل نفس العمر الذي ستعيشه قبل أن يخلقه منذ منذ أن كنت جنينا عمرك 42 يوما في بطن أمك يعني ستة أسابيع أرسل الله ملكا فكتب عمرك كتبه وبالتالي هذا الطفل الذي مات مكتوب عمره يجب أن نؤمن بهذه الحقيقة اليقينية وإلا سندخل في باب الهم والغم واليأس والاكتئاب والإلحد طيب إذا أحب الله عبدا ابتلا أليس هذا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلا طيب البلاء قد يكون في مرض قد يكون في ضيق رزق قد يكون في زوجة سيئة قد يكون في ولد عاق قد يكون في نقص الأنفس أن هذه النفس التي هي ابنك أو ابنتك أخذها الله أو توفاها الله وبالتالي هذا نوع من البلاء وهذا كلام القرآن ولا نبلون أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نقص الأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذن هذه الآية هنا أمرت كل مؤمن أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى فإذا أردت أن تتعمق أكثر انظر إلى قصة الخضر المليئة بالحكم أن هذا الغلام الذي قتل أهل القرية الذي قتله الخضر بيده قتل نفسا زكية بغير نفس هذا ما ظهر للناس وهذا ما قاله سيدنا موسى واستنكره لقد جئت شيئا نكرم الناس في القرية ماذا قالوا أيها الأحبة بعد أن سمعوا بهذه الحادثة الناس قالوا هناك إنسان اعتدى لا يعلمون اعتدى على هذا الغلام البري فقتله وحزنوا على الغلام إلى آخره طيب هناك حكمة عظيمة أرادها الله ثم إن الله عندما ضرب لنا هذه القصة أو قصة علينا هذه القصة ليس للمتعة أخي الحبيب ليس للتسلية الله لم ينزل القرآن ليمتعك أو يسلك أو يعطيك معلومات تاريخية لا هذه القصة جزء من حياتك تريد أن تعلمنا إذا فقدت ابنك يجب أن تعلم أن هناك حكمة نحن يمكن أن نفكر ولكن لا نستطيع أن نصل إلى الحكمة إلا إذا اقتنعنا أن هناك حكمة كخطوة أولى يعني تقتنع أن هناك حكمة أولا ثانيا تبدأ تفكر ما هذه الحكمة ويجب أن تعلم أن الخير في هذا الأمر مع أنه أمر ظاهره شر يعني لا أحد يحب أن يفقد ابنه ولكن عندما يبتلى بذلك يجب أن يرضى بقضاء الله يصبر يحتسب عند الله سبحانه وتعالى يقول حسبي الله ونعم الوكيل إن لله وإن إليه راجعون لأن هذا الغلام الذي فقدته أخي الحبيب هذه مواساة لكل من فقد ابنا أو أخا أو عزيزا هذا بلاء يعني أنت لن تموت ستموت لنفرض أنك عشت مئة سنة النتيجة ستموت ولكن هذه الصدمة أو المصيبة التي تلقيتها هي اختبار لقوة إيمانك وتسليمك هل أنت تعتقد أن هذه النفس ماتت بإذن الله أم بإذن من قتل طبعا الذي قتل معتدي وجزاؤه جهنم خالدا فيها كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا وغضب الله عليه ولعنه يعني عقوبة عظيمة جدا ولكن بنفس الوقت يجب أن تعتقد أن هذا بلاء الله ابتلاك به لمصلحتك لأن الله لا يريد لنا إلا الخير عندما يمرض إنسان مرضا عظيما جدا ويتألم كثيرا يجب أن يعلم أن الله يريد أن يرفع منزلته عنده يوم القيامة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مر بكل الابتلاءات بما فيها فقد الولد فقد ابنه إبراهيم بما فيها التهم بزوجته عائشة رضي الله عنها عند حادثة الإفك بما فيها قالوا عنه مجنون وقالوا عنه ساحر واتهموه في نسبه واتهموه في عقله وقالوا ساحر أو مجنون لم يتركوا تهمة إلا وجهها لهذا النبي الكريم ولكنه صبر هل شك عباد الله لعباد الله لا هل شك أمر الله لعباده لا كان يصبر سيدنا يوسف عليه السلام خاض ابتلاءات كثيرة في السجن ومع امرأة العزيز وغير ذلك وفي الجب في نهاية القصة عندما جاء إخوته ورأوه على عرش الملك قالوا تالله لقد آثرك الله علينا فضلك الله علينا وإن كنا لخاطئين اعترفوا بخطئهم ماذا قال لهم هذه الكلمات تصلح قانون إله أخي الحبيب قانون هو قانون إله تسير عليه تضعه خطة في حياتك قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين من يتقي ويصبر التقوى أولا ثم الصبر أن تتقي لا تخاف من الله ترضى بقضاء الله تستيقن بقدرة الله وبعدل الله وتثق بالله أنه يريد لك الخير هذه التقوى ثم تصبر على ما ابتلك الله به فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إذن هذا هو الإحسان وهو من أعلى الدرجات لاحظت أخي الحبيب إذن القاعدة الأولى أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك طيب الإنسان أحيانا قد يعصي الله ثم يتوب طيب هل الله كتب المعصية نحن قلنا مرارا أيها الأحبة إن الله لا يصدر منه إلا الخير المعصية والشر من نفسك يجب أن تعتقد بهذا يعني أنا عندما أرتكب معصية هذا هو اختيار أنا ولكن ليس خارج إرادة اللي أنتبه هناك فرق أنا فعلت هذه المعصية بناء على اختيار أنا ولكن أنا لم أخالف مشيئة الله وقدرة الله في الكون ولكن الله عز وجل عندما أعطاني حرية الاختيار الأمانة أعطاني أعطاني هذه الحرية هو يعلم أنني سأخطئ أو أصيب شيء طبيعي أنت أي إنسان في عمل معين تعطيه حرية اتخاذ القرار سيرتكب أخطاء لابد لا يوجد إنسان صحيح مئة بالمئة لابد بنوجود أخطاء حتى الكمبيوتر يخطئ حتى كل شيء فيه نسبة خطأ نسبة الارتياب أو الخطأ موجودة هذا قانون يعني يخص البشر ولا يخص الله انتبه معي أخي الحبيب الله هو الحق ولكن كل المخلوقات فيها نسبة خطأ أو احتمال خطأ أو ارتياب حتى في عالم الذرة هناك مبدأ اسم مبدأ الشك أو الارتياب موجود في عالم الذرة مهم الله يعلم انك ستختار هذه المعصية ومستوى علمه هو بنسبة مئة بالمئة وبالتالي علم الله ليس احتمالات يعني هو يعلم مثل علمنا احتمالات لا هو يعلم علما يقينيا هذا العلم اليقيني مكتوب عند الله ولكن الله لا يرضاه لك ولا يرضى لعباده الكفر الله لا يرضى لعباده الكفر ولكن عندما علم بنسبة مئة بالمئة انك ستفشل في هذا الامتحان هذا الامر مكتوب نحن نقول انه مكتوب لماذا يعني استاذ في مدرسة يعلم ان هذا الطالب سيفشل في هذا الاختبار عندما يكون علم هذا الاستاذ يقينيا يكون علمه يقينيا يستطيع ان يكتب النتيجة مسبقا لاحظت ولكن الاستاذ ليس له علاقة ليس هو من افشل هذا التلميذ التلميذ لم يدرس فالاستاذ بعلمه يعلم انه لم يدرس وتايل لم ينجح وهكذا يعني هذه امثلة طبعا يعني انا اجدها بسيطة جدا في حق الله الله يعني علمه اوسع بكثير نحن علمنا محدود لذلك ايها الاحبة هذا اللقاء انا احببت ان اخصصه ليزيدك ايمانا اخي الحبيب لتدرك ان كل حركة في حياتك فيها حكمة حتى المعصية احيانا يكون منها حكمة سبحان الله يعني الله عز وجل عندما يعلم فيك خيرا يعلم ان قلبك معلق به سبحانه وتعالى ويعلم انك تحب الخير للناس ويعلم انك متواضع ولا تحب المعصية ولكن الشيطان اغواك كما اغوا سيدنا ادم وعصى ادم ربه فغوا ولقد عهدنا الى ادم من قبل فناسيا ولم نجد له عزمة اغواك الشيطان وبالتالي ارتكبت هذه المعصية طيب ولكن هنا الله عز وجل يعينك على التوبة لان قلبك معلق به سبحانه وتعالى فيلهمك اسباب التوبة كما الهمها لادم عليه السلام فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه علمه كيف يستغفر الله وكيف يتوب اليه فتاب عليه فكذلك الله يتوب عليك انظر هنا الى فائدة المعصية لو اردنا ان نتحدث بلغة الارقام لنفرض ان هذه المعصية اخذت عليها الف سيئة الف سيئة بمجرد ان تبت وقبل الله توبتك ابدلك الله هذه السيئات مكانها حسنت ماذا قال تعالى الا تحدث عن القتل والزنا وكذا والاشراك بالله وليه ذو بالله ثم قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فالأولئك ماذا يبدل الله سيئاتهم حسنت وكان الله غفورا رحيم انظر الى رحمة الله ترتكب معصية وبالنتيجة تأخذ عليها حسنت ما هذا العفو ما هذه المغفرة ما هذه الرحمة رحمة لا حدود لها لذلك انا اريدك اخي الحبيب ان تفكر بهذه الطريقة سترتاح في حياتك صدقني كل ما يحدث معك قل هو بامر الله سلم امرك لله تسليما كاملا توكل على الله حق التوكل اعتقد يقينا انه لا يضرك ولا ينفعك الى الله ولا يأتيك خير الا ما قدره الله لك ولا يصيبك شر او ضر الا ما كتب الله عليك ولا يتحرك مخلوق في الكون الا بامر الله ولا تموت نفس الا باذن الله وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلة كتاب مفصل مؤجل يعني كتاب مكتوب ومؤجل فيه اجلك وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين فاذا انت هنا يجب ان تضع هذه الاعتبارات في رأسك ستتغير حياتك بالكامل هذا ما حدث معي انا قبل سنوات طويلة كنت دائما افكر وكان هناك الكثير من الهموم اليومية مثلي مثل اي انسان فشل نجاح هموم الى اخره ولكن عندما تدبرت القرآن وتدبرت هذه الايات وايقنت ان كل شيء مقدر ومكتوب والقضية محسومة وان الله يحبني ويريد لي الخير وانه ما خلقني وانه يدعوني للجنة يدعوكم ليغفر لكم هذا الاله العظيم قريب مني يسمع ندائي اني معكما اسمع وارأ يتجاوز عن اخطائي اذا اذا دعوت دعاء وتأخرت الاجابة اعلم ان الله يحبني اخر لي الاجابة ليصرف عني شرا بقدر هذا الدعاء وهذا السؤال او ليصرف عني موقفا سيئا من مواقف يوم القيامة وهو الاهم اذا مرضت وطال المرض اعلم ان الله يحبني لان الله اذا احب عبدا ابتلى اذا ظلمت او اذيت او تعرضت لضغط نفسي شديد اعلم ان الله يريد ان يرفع منزلتي عنده الى درجة عالية لا ابلغها بعمل فيبتليني بما اكره هذا ما اخبرني به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح عندما غيرت نظرتي للحياة اصبحت نظرتي هكذا اصبحت اولا اصبح لدي وقت فراغ اشعر بمتعة الوقت بمتعة الحياة برحمة الله اه يعني قضية قضية خطيرة لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها يريح في الاخرة يحبك الناس نسأل الله عز وجل ان يهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه انه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ان شاء الله في لقاء قادم نتابع هذه السلسلة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته